السلام عليكم يا رب تكونوا بخير النهار دا هنعمل كيكت شاي في منتهى البساطة والجمال الاهم من كل دا يا جماعة ان هي نكحة جدا سهلة للمبتدئين قوي مكوناتها كلها من البيت حرفيا مش محتاجين نشتري اي حاجة من برا الحلو في الموضوع ان الكيك لازم يطلع طعمه حلو والكيكة دي حلوة بالزيادة قوي لو عجبكم الفيديو دا عملوا لي لايك وتعالوا بينا نشوفها نحضر الكيك دا ازاي المقادير اللي هنحتاجها تكون بسيطة جدا اهم حاجة كل المقادير اللي نشتغل بيها تكون بحارة الغرفة يعني نخرجها من التلاجة قبل ما نبدأ في تحضير الكيك على اقل بساعتين عندي هنا اربع بيضات يكونوا بحارة الغرفة احتاجت معاهم كوباية من الزيت بحب استخدم في وصفات الكيك شوية زيت الدراء الكيك دا بتحضر بالزبادي بيبقى طري وطعم وحلو جدا وفاتح قوي كمان فاستخدمت كوباية من الزبادي بنحتاج معا كمان كوبايتين من الدقيق كوباية الدقيق اللي باستخدمها 125 جرام افضل نوع دقيق تستخدموه هو متعدد الاستعمال او الدقيق الفاخر احتاجت كمان معاهم كوباية من السكر احتاجت معاهم كمان معلقة صغيرة فاناليا وكمان معلقتين من الباكينج باودر كالعادة نصيحتي دايما في اي وصفة كيك بشتغل فيها اننا قبل اي حاجة نسخن الفرن بتاعنا الاول على حرارة 180 ونقفله بعدين نجهز القلب بتاعنا دايما الكيك بيتحضر ويدخل الفرن على طول يعني ما ينفعش نحضر الكيك بتاعنا بعدين نسيبه على جنبه ونروح نسخن الفرن ونجهز القلب ده هيؤثر على قوام الكيك شوية استخدمت الصينية قبل الفتح مقاس 24 جوانب الصينية بغلفها من جوة كده بمسحة زبدة او سمنة اي حاجة وفي قعدة الصينية بسبت ورقة خبز وبقفل عليها كده وبس كده القلب بتاعي جاهز هسيبه على جنب الكيك ده سهل جدا نحضره بالعجان بالمضرب الكهرابي ممكن في الخلاط ممكن محضر الطعام زي ما تحبه ببساطة بنخفق الزبادي مع السكر والزيت الاول دقتين وناخد من الخليط ده كوباهم تان ميل اللي نسيبها على جنب بقى الخليط اللي فضل عندي في الخلاط بزود عليه اربع حبات من البيض وبزود عليهم كمان معلقة صغيرة من الفاناليا وبنخفق تاني خمس دقايق باخد بقى المكس ده من الخلاط وانزل بيه في طبق يكون عميق على الخليط ده بنخل كوبايتين من الدقيق ومعلقتين ونصف صغيرين من الباكنج بودر بجيب المضرب بتاعي وبقلب بشويش كده من تحت الفوق لحد ما الخليط كله يندمك مع بعضه يخلق ليكو خفيفة شوية وما تقلبوش بسرعة ابي بعدين منجيب لي سباتيولا او معلقة خشب مثلا ونبدأ نقلب من تحت الفوق نتأكد ان الخليط كله بقى بقوام واحد بناخد بقى خليط الكيك ده وننزل بيه في الصناع بتاعتنا اللي احنا حضرناها من البداية ممكن نغبز الكيك كده زي ما هو او ممكن نضيف عليه فواكه اي نوع فاكهة زي ما تحب وانا حبيت اضيف عليها تفاح هي اصلا الوصفة الاصلية بتاعتها بتتحضر بالتفاح والزبيب انا ما حبيتش فكرة الزبيب قوي مع التفاح ففكرت ايه اللي ممكن يليه اكتر فممكن مكسرات ممكن بسكوت ويا سلام بقى لو بسكوت لوتس لان هو فيه قرفة وفيه زنجبيل يعني طعمه هيبقى متناسق قوي مع فكرة التفاح والريحة هتبقى مع بعضها كده حلوة جدا اي تفاح باي لون اغدر اصفر احمر مش هتفرق كتير التفاح بنقشره بعدين بنقطعه سلايزر وفيه كده زي ما انتو شايفين وابدأ ان انا وزعها فوق الكيك بالشكل ده يعني واحدة جنب واحدة جنب واحدة ونلف الصينية ونكمل تديني في الاخر الشكل الجميل اللي انتو شايفينه ده بعدين بجيب حبات البسكوت وده اختياري يعني على حسب رغبتكو وابدأ ان انا وزعها فوق حبات التفاح بالطريقة دي مش عايز اقولكو بسكوت اللوتس مع الوصفة دي ميكسي كان حلوي جدا ومبسوط ان الفكرة دي جاتلي وانا بشتغل الفورن بتاعي ساخن مسبقا على حرية 180 سخنته قبل بوقتي يعني على اقل بربع ساعة مثلا وبدخل الصينية بتاعتي رفة اوسط اللي هو الرف اللي في النص هتحتاج معاكو بالضبط في صينية مقس 24 او صينية مقس 26 من 35 ل 40 دقيقة مش اكتر من 40 دقيقة هي حتاجت معاي بالضبط 37 دقيقة مثلا وخرجتها على طول بختبر انه دجاها كده بعود خشبي اذا خرج مفيش عليه اي شوائب بيبقى هي كده تمام جدا ونضجت من جوه رحتها حرفيا تجنن ادمان يا جماعة ريحت البسكوت مع التفاح مع الكيك يعني كانت مالية البيت بطريقة مش طبعية اللي هو يلا بقا تطلع امتى هنقلها على حاجة تانية وابدأ اديها السوس بتاعها يعني نستنى عليها في حدود ديقتين ثلاثة بعدين اديها الويت سوس ده بيكون قوامها وارتفاعها هي بتبقى بالارتفاع والقاوم اللي انتو شايفينه ده بتبقى من بره وغدى الون ده هابي ومن جوه بتبقى فتحة جدا مش قادرة وصفلكوا طعم المكس ده مع بعضه عامل ازاي مبسوطة جدا جدا جربت الوصفة دي قوي كان طعمها فعلا حلو وكانت تجربة جديدة بتقدروا تضيفه على الوش مع التفاح بسكوت مكسرات زبيب اي حاجة زي ما تحبوا ممكن كمان رشة ارفع اذا حبيه الكيك ده بالذات كل ما سبتوه يرتاح ويبرد كل مكان احلى يعني انصحكم ما تقدموش الكيك ده ساخن استنوا عليه ساعتين بعدين قدموه عايز اقولكو كمان انو تاني يوم وثالث يوم بيبقى احلى بكتير من اول يوم كمان التفاح بيبقى دايم عقاطع البسكوت كده والكيك من جوه يعني عامل زي القطن انا مش محتاج غير كوبات قهوة او قاس كافي او كوبات شاي مظبوطة كده بقى الفهنة متأكد هتعملوها مرة واثنين وثلاثة كمان لو عجبكو الفيديو ده عملي لايك واشوفكو على خير في فيديو جديد مع السلامة